السلام عليكم أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا هما قالت فيه أن السلطات المعنية قد وافقت على رفع عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على مستوى هياكل الصحة العمومية بصفة معتبرة بدءا من سنة 2025 وسيسمح هذا القرار بامتصاص الطلب على العمل من حامل شهادات العلوم الطبية كما سيعلن عن هذا العدد المعتبر من المناصب قريبا من طرف الجهات الوصية كما كشفت الوزارة أن وزارة الصحة وافقت على مراجعة التعويضات الخاصة بالطالب الداخلي ومنحتي المناوبة والعدوى المقدمة من طرفها وأكدت الوزارة أنه بخصوص تعويضات التربصات في الوسط المهني بالنسبة للطلبة الداخليين تم إرساء التعويضات في مشروع القرار المودعي لدى الأمانة العامة للحكومة والذي يرسم فترة تربص ممتدة خلال 11 شهرا في السنة وتعويضا يوميا ب500 دينار جزائري وتعويضا ب1000 دينار جزائري يوميا في حالة المناوبة وتعويضا ب2000 دينار جزائري يوميا إذا كان مكان التربص بعيدا عن مقر إقامة الطالب بأكثر من 50 كيلو مترا وفي هذا الشأن سيستفيد الطالب الداخلي من 20 يوما على الأقل في الشهر وهو ما يقابله ماليا تعويض بعشر الف دينار جزائري في وقت قال البيان أنه سيتم رفع مبلغ المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية بدءا من سنة 2025 والتي ستمنح حسب ثلاث مستويات أي مستوى السنوات واحد واثنان وثلاثة إضافة إلى مستوى السنتين أربعة وخمسة ومستوى السنتين ستة وسبعة وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستكون بأثر رجعي بدءا من أول أكتوبر 2024 مشيرة إلى أن الخوض في تفاصيلها سيكون من اختصاص الجهات المخولة لذلك وأوضح ذات المصدر أن طلبة السنتين ستة وسبعة سيستفيدون من مبلغ معتبر يضاف إليه مبلغ التعويض من وزارة الصحة المقدر حاليا بألفان دينار جزائري وكذا التعويضات عن التربصات لتبلغ مستحقات الطالب الداخلي شهري مبلغا لا يقل عن سبع عشر ألف دينار جزائري وبخصوص التعويضات الخاصة بالطالب الداخلي ومنحتي المناوبة والعدوى المقدمة من وزارة الصحة أعلنت الوزارة أنه تم تبليغ وزارة الصحة بهذا الانشغال بتاريخ ثماني نوفمبر الفان واربع وعشرون وقد أفادت أنها لا ترى مانعا من مراجعة قيمة تعويض التربص للطلبة الداخليين وتمكينهم من منحة العدوى حيث نبقى في تنسيق معها من أجل تجسيد ذلك فعليا في أقرب الآجال الممكنة اشتركوا في القناة